بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى لسي يشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر الناس لسي دعموا القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة جمعة مباركة ليلة الجمعة تنتمنى لكم الصحة والعافية وكل ما سمنته يا ربي وتكونوا بخير وعلى خير تنشكر الناس لداخل الوطن وخارج الوطن تنشكر الناس لحبابي أخوتي اللي تخليوا تعليقات زوينة بحالهم تنقول لهم شكرا جزيلا على التعليقات الإيجابية اللي تتخليوا في حقي تنشكركم بزا بزا بخصوصا بخصوصا الناس اللي في الدول العربية تنشكرهم بزا وتنشكر الناس اللي في أنحاء العالم ربي خليكم لي وطول الله في عمركم وخليكم لوليداتكم اليوم ان شاء الله ليلة الجمعة غدي نحط واحد الوصفة خاصة بالمس والسحر والعين والحسد والمرض اليوم غدي ندروا واحد دعاء الواحد السيدة عندها سحر وعندها عارض تتعالج منه مدة زمنية ولكن ربي ما جابش الله تثير ربي غدي ان شاء الله يحن وان شاء الله يعجلك بالشفاء ان شاء الله انتي والوليداتك والزوج ديالك وبنياتك سنطلب للناس اللي عندهم اللي سمعوا هاد الفيديو يدعو معها ان شاء الله بحول الله وقوته وبغير ندعي مع البنات اللي بغاو الزواج اللي سهل عليهم سنطلب الله سبحانه وتعالي يفرحهم عن مقريب ويكون لهم عون ومعين على كل الأمور يا ربي يكون لهم عون ومعين ويجيب لهم ويسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض يا ربي أمين دعاء من القلب إلى القلب لأن تستهلوا كل خير انتم مبنياتي وتنتمنى لكم ربي ما زال نحط وصفات ان شاء الله ديال الزواج وما زال ان شاء الله غادي نحط وصفات اللي غادي تبغي وغادي ان شاء الله ترضاو عليها وغادي جيب نتيجة ان شاء الله كما جابت نتيجة مع بزرط الحويج هاد الوصفات اللي حطيت ولكن نية أبلغ من العمل وتكون عندكم نية صادقة لله لأن وصفات ربانية ووصفات فيهم قرآن كان وصفات شعبية اللي كانت قديمة ولكن احنا سنحطوه وصفات ربانية ووصفات بأسماء الله الحسنى ووصفات شعبية ولكن الحمد لله أغلبية بالقرآن الكريم القرآن الكريم لا يجرب لأن كلام الله واللي كدف كلام الله تنقول له حسبون الله ونعم الوكيل أول حاجة غدين ديروا الناس اللي مراد الناس اللي عندهم مس الناس اللي عندهم مرض في الجسد الناس اللي عندهم تأثير في الصحة ديالهم ولكن هما أولا خاصوا يعونوا نفسهم خاصوا يعونوا نفسهم ما كناش نطلبوا الله سبحانه وتعالى يزيدك قوة في قوة يا قوي قويني دي من قول يا قوي قويني الله غادي قويك ولكن من بيينهاش فيها ولو نكون عندي عارض ولو نكون مريضة ولو نكون عندي مسؤولة ولابد أنني هد الزمن من بيينهاش فيها وما نعطيش فرصة وما نديرش في بالي ولكن توجهي لله بالقرآن الكريم بالوصفة شعبية كين بعد أحيانا وصفات شعبية تقدري تشافع لها كين وصفات رحمانية تقدري تشافع لها وكين اليقين ديالك اللي يكون من داخل تينبع ما الخاطر ديالك أنك عارف أن الله سبحانه وتعالى يكون عندك يقين بأن الله هو الشافي هو العافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما الله هو الشافي الله هو العافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما الله سبحانه وتعالى قادر يبيت هفشان واردفشان هو عظمشان لا إله لله سبحانه إنا كنا من الظالمين الله سبحانه وتعالى قادر يبيت هفشان واردفشان هو عظمشان لأن أنا مجربة المرض ومجربة الابتلاء لأن اللي تيبتره الله هو مومن وبيصير بغير رفعه درجات وتحيد عليه السيئات ولكن درجات الابتلاء الله اللي تيجزك بها إذن إحنا اليوم غد نحط واحد وصفة صالحة بإذن الله غد نحاول أن ننذرها كاملين كل مريض كل صحيح ولكن هي تسحيد العين والحسد وتسحيد العوارض كلها ولكن حاولوا أنكم تدرها بني صادقة لله ورب رغي يجيب الشفاء إنه على كل شيء قادر الله سبحانه وتعالى نصلي ركعتين في الليل في تولة الليل ونستجب إلى الله ونتكلم مع الله نقول لي يا ربي تشافيني يا ربي تزع لي هالدر وسبحان الله العظيم أول حاجة للشفاء نصلي ركعتين في الليل ديما ولو ركعتين أو قبل ما ننام نصلي ركعتين وشكري لله ونصلي على الرسول ونستغفر قد ما قديتي تستغفري مزيان أول حاجة الناس اللي عندهم مرض وعندهم بتلاءات وعندهم سحر وعندهم حسد وعندهم أي حاجة غادي إن شاء الله غادي نحطوا هذه الوصفة ورهية صالحة بإذن الله لأنها بكلام الله ناخده ناخده سانوج أوراق سدر ناخده سانوج وأوراق السدر وغادي ناخده قطع مسك المسك غادي هاد المسك غادي نحكوه بالمبشرة مع ناخده خمس دراهم ديلا ديلا السانوج السانوج هو اللي عنده حبات رقاق و أوراق السدر معروفين أوراق السدر ان شاء الله سنخلط المسك والسانوج اورق الصدر سنقرأ عليهم سفاتحة الكتاب هي اللولة سنقرأها 3 مرات الكرسي 3 مرات سورة الرحمن 3 مرات سورة الرحمن 3 مرات سورة الرحمن ما اجودها سنقرأها على قنينة الماء الماء سنقرأها على السانوج والمسك وأوراق الصدر وغادي ان شاء الله نقرأ نقرأها القرأة اللي قلت لكم فاتحة الكتاب 3 مرات اية الكرسي 3 مرات وغادي ان شاء الله سورة الرحمن نقرأها 3 مرات وغادي نقرأها 100 مرات يا شافي يا شافي انت شافي يا الله 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 هنقرأها 100 مرات على هاتشي على هاتشي يا شافي يا شافي يا شافي يا شافي ونقول يا شافي أنت يا الله يا شافي أنت يا الله يا شافي يا أنت يا شافي يا الله هنقولها بزاف هنقولها ميت مرة يا شافي أنت شافي يا الله ميت مرة ونقول يا بار يا بار يا بار يا بار يا بار ميت مرة وغادي نحط هادشي ونفت على هاد المكونات وغادي الوقت لنكون حتى القراءة نحط الماء نحط الماء ونحط هاد هاد السنوج اوراق الصدر والمسك ضروري المسك يحيد لك العوارد والناس اللي عندهم عوارد يحاولوا ان هاد شي حيد لكم العياء وحيد لكم العين والحسد لان صورة الرحمن تتشافي من جميع الامران امسا غا نتبخر بها؟ غا نتبخر بها ما بين المغرب والعصر الماء قدما قرأت صورة الرحمن على الماء ونشرب فيها خير ليك تقدريت شربه كاسباح وكاسب العشية قدما قريتي نحيد هاد الوصفة ونبدأ نقرأها يوميا على ماء على ماء يوميا خصوصا الماء ونشرب كل يوم باش يحيد لك العوارد وحيد لك العياء ونعطي الولادي يشرب ونعطي الراجلي يشرب ونعطيه ان ندير خمسة يطرو ديال الماء ونقع نشرب حتي يثالي ونعود عود ثاني الى ما قدرش نقرأ نقرأ نشد البرتابل ونحطه على كاس الماء وهذا كاس الماء نضيفه الى الماء ونشربه اما هذا بخري به لانه جيد الناس اللي عندهم عوارد والناس اللي هاد شي مجرب هاد شي بدون هذا نقاش مجرب مني اما صورة الصفات لما قدرش يشقريها حاولي تسمعها باستمرار هي والادان حاولي انك تسمعها باستمرار الناس اللي عندهم عوارد يسمعوا الادان ويسمعوا صورة الصفات لما قدرش يقرأها ويسمعوا صورة الرحمن جيدة اه ان شاء الله بحول الله وقوته ونقرأ ديما نخرج بالتسبيح يا شافي انت الشافي يا الله يا شافي انت الشافي يا الله مئة مرة ويا بار مئة مرة اه ان اسم البار تداوي من الامرات سبحان الله العظيم تقريها الف مرة كل ليلة مدة ربعين يوم شافي باذن الله الواحد القهار يا بار اسم البار بوحده هو شافي عافي باذن الله اذا حبابي في الله حاولوا انكم تديروا هاد الوصفة لانها من المجربات نبخر بها في المبخرة اه كل يوم حتى نحس براسي بانني شافيت نحاول نطلق صورة البقرة كل يوم صباحا ونحل نوافد ونخلي الطاقة الايجابية ندخل وتخرج الشياطين اللي عندك معمرين وذلك المشاكل اذا حاول الله وقوته تنحاول انني نوصل لكم علاش ما قدرت باذن الله الواحد القهار لان قرأت تعليق دي السيدة والحمد لله كينش شفاء بالقرآن لان القرآن كله شفاء وكله دواء ولكن الدعاء بعد الاحيان تكون علاج لامراضنا اذا حبابي في الله ما قد يغين قولكم حاولوا ديروا الرقية الشرعية رقي نفسك بنفسك ما تبقىش نعسى ما تبقىش تحصر على راسك كين الله وكين من بعدها كين الموت اذا الله سبحانه وتعالى من بعد اننا خسنا نكون نقاوم في الحياة ونكون أخويا باش ربي يسهل الأمور ونكون أخويا مع ولدتنا ومع صحيحتنا ومع رجالتنا حتى ربي يسهل الأمور اذا احبابي في الله اللي بغى الدعاء اللي بغى الزواج الله يسهل عليه ولي بغى الشفاء الله يسهل عليه والله يشافي عباده ويجوج لنا ابنياتنا ويجوج ولداتنا وسهل عليهم في العمل وسهل عليهم في الأمور المتعسرة يا ربي ما بقى ليغير نقول لكم دعموني وحاولوا تأبونوا عندي بحول الله وقوتيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته